السلام عليكم ورجع لكم في فيديو جديد وهذا المرة عندنا هاي اللابتوب ال HBG6 هاي اللابتوب نربطها الشحن ما تنطي اي ردة فعل خلينا شوف سوية مشكلتنا نربط الشحن مثل ما شوفون ضول الشحن هنا ما يشتغل واذا حاولنا نشغلها بهذا الشكل ما قوي استجابة فشن ممكن تكون مشكلة هاي اللابتوب رح نعرف سوية فخليكم ويانا موسيقى 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 فخلي ننزع الشحن ونتأكد من الفولتية موجودة على الشاحن مثل ما شوفون 19.6 فولت موجودة على الشاحن إذا الشاحن سليم فالمشكلة باللابتوب خلينا نفوق اللابتوب ونشوف مشكلتها موسيقى 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 طبعا جاي فوق اللابتوب انتبهت على بطارية البايوز هنا بهذه المنطقة ولو مستبعد انه تكون مشكلة مشكلة بايوز بس خلينا نتأكد نفتح نشلع البطارية مع البايوز بهذا الشكل ونصفر لها البايوز ونتأكد حاليا نصفرنا البايوز شاحن مرة أخرى نفس الشيء ماكو اي فرق أي شباب أي شباب خلينا نتزل على المدربورد شباب مكانة دقيق 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 خلينا نرفع هذا الشكل المدربورد صار بيدنا مثل ما يشوفون شباب خلينا نجي نربط الشاحن مرة أخرى ونشوف انه ضوء أيضا ما يشتغل خلينا نجي نرفع قياسات من المدربورد ونشوف المشكلة أين ممكن تكون دقيق شوفوا هنا شباب شوفوا الحرق بهذه المنطقة شوفون الحرق حرق على المدخل هنا خلينا شوف الوطيجة تعبر ولا لا الوطيجة تعبر ولكن ها عبر الوطيجة والله شوف ها شباب يعني الوطيجة هنا بالحركة لتحرك هذا المكان اقوى قدم توصيل بهذه المنطقة اذا قعدناه شكل ضغطناه بشكل قوي كل ما شوفون الوطيجة عبرت وهذا الضوء اشتغال لدلالة على انه على اغلب المدر بورت سليم فممكن السيدة انشغلت اشتغل ولكن قبل ما نشغلها هاي المشكلة لقد عدم توصيل للي صاير هنا لازم نحلها فخلينا شوف شنو الضرر اللي صاير ننزع المدخل مثل ما شوفون هذا الخط محترق بشكل كامل خط الفولت الرئيسي وهذا السوكت ايضا صاير ببعض الاضرار القليلة فشنو ممكن حلها المشكلة خلينا روح للميزة الثاني ونشوف شنو قدار نسوي ايه شبابا جاينا على الميزة الثاني خلينا روح الوضع الميكروسكوب ونشوفكم الحرق بصورة اوضح حسا جاينا على وضع الميكروسكوب خلينا نسحب الميكروسكوب ونجيب على مكان المشكلة هذه المكان شبابا كما ترون ليست كل ما تضرره دعونا نرى البنال اللي بداخل السوكت مثل ما ترون شبابا ليست ضرر السوكت بشكل كبير ولكن دعونا باب الاحتياط ننظفه بمدة الثناء هذا الشكل ماذا يتبع؟ ماذا يتبع؟ ما عندنا مشكلة شباب بالسوكت اللي على الماذربورد خلينا نشوف خلينا نشوف الفلاتة مع البور ماذا يتبع بها؟ مثل ما ترون شباب ماذا يتبع بها حرق بشكل كبير طبعا شبابا مهما حاولت انظف هاي هذا المقبس ما رح يصير بي توصيل بشكل جيد فالافضل انه نستبدل هذا المدخل اذا كان موجود اذا لم يكن موجود ما هو الحل؟ اما يتم بانه هذا الواير هو هو المحروق وينحط مكانه او يوصل بشكل مباشر على كيف يعني؟ هذا ايضا حل يعني هاي القطع اذا شوفها على الكاميرا تتجوه هاي القطع اذا كانت متوفرة عندك تبدله بشكل كامل ما كانت متوفرة عندك مثل ما قلنا اما تستبدل الكليبس اللي بداخلها هذا تحت الميكروسكوب اخلي شوفك هذا الكليبس المحروق اللي بداخل المقبس هذا تنزعه وتخلي مكانه والحل الثالث انه هذا ينقص من هنا وينلحم بشكل مباشر على الماذربورد طبعا انا عندي بديل هذه القطعة ولكن ما سستبدلها لماذا؟ حتى اشرح لكم كيفية الحل المشكلة في حالة عدم وجود بديل ويكون دريس لكم فراح اجي اقص هذا الواير او السلك بهذا الشكل بأي مقص اقصها او استخرج استخرج حتى تكسب الطول بهذا الشكل هيا نروح الى الوضع الهند اجي نستخرج هذا السلك بهذا الشكل نمسكه و نستخرجه من مكانه نستخرج بشكل مAKE بشكل كامل نازخ عني بهذا الشكل مشكلuk 원이ihinكروسكوب مرة اخرى. السوكت قاعدنا محلة. وهذا السلك السلك اللي انتزعناه من هاي المنطقة. هذا الرأس مال تمثل ما اشوفون. راح اطوله واجيبه الحما بهذه المنطقة. انا ستختارفها الطريقة الطويلة. اه على مود يكون دارس اليك كيف تصرف اذا كان ما عندك بديل لهاي القطعة. ارغم موجود البديلاني ما راح ابدله. خلي اول شي. نستخرج الرأس مال هاي القطعة بهذا الشكل. هاي القطعة الرأس مال تستخرجنا. خلي نخلي فلاكس. طبعا الفلاكس. نخلي اول شي هنا على هذا البن اللي راح نلحم عليه. ونخلي على الرأس مال السلك بهذا الشكل. طبعا نجيب اي سلك عندك. انا راح استخدم هذا السلك. اي سلك عندك. قص من الجزء. وايضا لتنسل فلاكس. هاي شباب. هاي شباب. هاي شباب. نجيب صولدر. هاي شباب. هاي شباب. هاي شباب. ارجل مع مشكلة بلحيم التيل بهاي المنطقة او السلك. فخلي نقشط هاي المكانحة كما صاير بها. او كسيد او فرد شي. خلي ننظفها بهذا الشكل. وخلي نقلل من هذا البلاستيك اللي بالطرف. طبعا بعد ما لحمنا هذا السلك التطويل. خلي نحط قطعة من الماكرون او هذا التغريف تموعني. خلينا هذا الماكرون اللي احنا نسميه. ما عرفتوني سموعدكم بلغتكم وبلهجتكم. صار لدينا سلك بهذا الشكل قطعة واحدة. رح نجي نوصل هذا التيل او السلك بهذه المنطقة. وبس. في هذا الشكل. نكون نحل لنا المشكلة بدون استبدال القطعة. طبعا انا عندي قطعة بديلة الله شاهد. ولكن ما اريد استبدالها. استبدالها. ومسلفة الطريق الصعب حتى الاخوة اللي يشاهدون الفيديو استفادون من الدرس بشكل اكبر. هاي هنا اطوالها ورحمناها بمكانة الاصلي. وهي هنا اصلا تظلت فارغة مكانة الاصلية. والكيبر التحت اصلا مكانة سليمة. فقاعدة بمكانة كل شار. جاهز خلينا نروح نسوي تجربة شباب. خلي نروح للميزة الثانية. يا شاب خلينا نسوي تجربة سريعة قبل ما نجمع اللابتوب. كما شوفون الضوء هنا اشتغل عندي. خلينا نسوي تجربة الجهاز. نجيب الكيس مال طوى هذا الشكل. نحط المين بورد بمكانة. ربطنا الشاحن خلي نسمي بسم الله. واشتغلت اللابتوب مثل ما شوفون. وارضة صورة. هذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم شباب اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالعجاب بالفيديو. والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كون ياكم سيف قداوي موقع اشتركوا في القناة. خام الله.